تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف توفير المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية عبر انتاجها محليا وذلك خلال اجتماع بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمون الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ورئيس هيئة الدواء المصرية وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تدبير هذه الخامات بالمصانع بصورة مستمرة وتعزيز عملية تصنيعها محليا كما أشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود الدولة في الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تدريجيا حل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع والتي تمس عددا من القطاعات المختلفة